موسيقى رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية رئيس الجمهورية يتسلم بالقصر الرئاسي ورق اعتماد عدد من السفرائي لدول صديقات وشقيقة معتمدين في بلادنا موسيقى الاعلان في الواقشط عن نشاء متدل لنساء البرلمانيات سبيلا لتعزيز مساهمة النساء المنتخبات في تحقيق النهضة التنموية والاجتماعية في البلد رحبا معي بالزميل سلمو الحميدي الذي سيرافقنا في لغة الإشارة لتالي الأشرة أهلا بكم إلى تفاصيلها استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني صباح اليوم بالقصر الرئاسي في الواقشوطة السيد ديفيد هيل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية جرت المقابلة بحضور أساد أسماعيل والشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد أحمد والمحمد لمين مدير ديوان رئيس الجمهورية سار كامنت بلال واليمر مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية باصن باصفير موريتانيا المعتمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعدت سيد مايكل دودمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى موريتانيا وأدلى المسؤول الأمريكي بعيدة اللقاء بتصريح أكد فيه التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المجهودات المقام بها على مستوى دول الساحل في سبيل استثباب الأمن والسكينة السلام عليكم وأنا سعيد بزيارتي الأولى أنا سعيد بزيارتي الأولى لموريتانيا شكرا جزيلا من الرائع أن أكون في موريتانيا المحطة الأخيرة في رحلتي بمنطقة الساحل لقد زرت دكار وباماكو وواقادوغو للتعبير عن قلق نائزة عدم الاستقرار المتزايد في الساحل ولتأكيد التزام أمريكا اتجاه شركائها في هذه المنطقة الحيوية لقد أعربت عن هذا الالتزام للرئيس محمد والشيخ الغزواني في اجتماعنا ترتكز علاقتنا مع موريتانيا على القيم المشتركة الديمقراطية والسيادة القانون لقد هنأت الرئيس والشعب الموريتاني على الانتقال الديمقراطي السلمي التاريخي الذي حدث العام الماضي من رئيس منتخب إلى آخر نمثل هذا الانتقال مثالا بارزا للديمقراطيات الأخرى في إفريقيا والعالم العربي نحن نشجع برنامج الإصلاح الطموح للحكومة وتركيزه على تحسين حياة جميع الموريتانيين ونشيد بالحوار المفتوح بين حكومتين حول المسائل الأساسية لحقوق الإنسان ونذني على تعاون الحكومة مع المجتمع المدني لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر ناقشت مع الرئيس أيضا سبل توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ونحن على استعداد للعمل مع الحكومة الموريتانية ومجتمع الأعمال لتوسيع وجودنا التجاري من شأن المزيد من التعاون الاقتصادي أن يفيد شعبينا عن طريق خلق فرص للعمل وإدخال مهارات وتكنولوجيات جديدة تعد شراكة الأمنية أحد أهم أعمدة التعاون بين بلدينا وفي سياق هذه الشراكة سيبدأ هنا تمرين فلينت لوك العسكري الأسبوع المقبل إن تمرين فلينت لوك العسكري يعزز قدرتنا على العمل مع حلفائنا في الساحل لمجابهة التهديدات المتزايدة للتطرف نعرب عن امتناننا لموريتانيا لاستضافتها تدريب فلينت لوك لهذا العام تدعم الولايات المتحدة الجهود التي تبذلها موريتانيا ودول أخرى في المنطقة على المستوى الثنائي ومن خلال مجموعة دول الساحل الخمسة لتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة كما نتطلع إلى العمل عن كذب مع الرئيس محمد اللي الشيخ الغزواني عندما يتولى رئاسة مجموعة دول الساحل في وقت لاحق من هذا الشهر تواجه منطقة الساحل تحديات كبيرة لأمنها واستقرارها وديمقراطيتها وتنميتها الاقتصادية هذه المشاكل تتطلب حلولا من داخل إفريغيا نتطلع إلى أن تلعب موريتانيا دورا قياديا للمساعدة في تطوير هذه الحلول وفي القيام بذلك يمكن الاعتماد على أمريكا كشريك تسلم رئيس والجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي فينواكشوط أوراق اعتماد سفراء جدد في بلادنا لعدد من الدول الصديقة والشقيقة وهكذا تسلم فقامته أوراق اعتماد سفراء السنغال إيران والشاد وتايلاند وفنلندا يحتضن القصر الرئاسي فينواكشوط مراسم تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى بلادنا وهكذا تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سعادة السيد مصطفى اندور بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية السنغال لدى بلادنا حضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد السادة إسماعيل والشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج محمد أحمد المحمد رمين مدير ديوان رئيس الجمهورية يزيد بيه المحمد محمود المستشعر الدبلوماسي برئاسة الجمهورية محمد الهنشي الكتاب مدير شؤون الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج وأخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية السنغالية بمقابلة حضرها وزير شؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج أنا هنا في موريتانيا لتسليم أوراق الاعتماد التي انتدبني بمقتضاها فخامة الرئيس ماكيسال رئيس جمهورية سنغال لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني رئيس جمهورية الإسلامية الموريتانية لقد نقلت له خيال اللقاء التحيات الخالصة من أخيه وصديقه الرئيس ماكيسال وقد بحثت مع فخامته علاقات الثقة المتبادلة القائمة بين بلدين الذين يتقاسمان نفس قيم السلم والديمقراطية لقد شرفني فخامة رئيس ماكيسال بالعمل أساسا على تدعيم وتعزيز الروابط القوية أصلا بفعل عوامل الدم والقربة والجوار والتاريخ المشترك إن شراكة بلدين متعددة القطاعات وتشمل مجالات واسعة ومتعددة وسأعمل خيال وجودي هنا على تسهيل ظروف إقامة الجالية السنغالية المقيمة في موريتانيا وقد أكد لي فخامة الرئيس دعمه لي في مهمتي هو عول في هذا الصدد على مقاربة البلدين القائمة على الحوار والتشاور وأتمنى مزيد من الازدهار والتقدم لموريتانيا وشعبها الشقيق كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في الموكشورط أوراق اعتماد سعادة السيد أمير علي إمام جمعة شهيدي بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بلادنا حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة إسماعيل والشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد أحمد المحمد لمين مدير ديوان رئيسي الجمهورية الزيد بيو المحمد محمود المستشار الدبلوماسي برئاسة الجمهورية حمد الحنشي الكتاب مدير الشؤون الإفريقية مدير الشؤون الآسيوية والأمريكية وكالة وأخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الإيرانية بمقابلة حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج لقد سلمت فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني أوراق اعتمادي بصفتي سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأنا سعيد جدا باعتمادي في بلدكم الجميل وأتمنى أن أتمكن خلال مأموريتي هذه وعبر كل الجهود التي سأبدلها من تعزيز علاقاتنا الثنائية أكثر وتسريع وطيرة التعاون القائم بين البلدين لقد مكنني اللقاء مع فخامة الرئيس من استعراض جميع فرص التعاون وعبرت لفخامته عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز هذا التعاون وتطويره في جميع المجالات رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني تسلم كذلك بالقصر الرئاسي في نواكشوت أوراق اعتماد سعادة سيد أزمان سوكي كوكو بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية التشاد لدى بلادنا حضر مراسم التسلم أوراق الاعتماد السادة إسماعيل والشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد أحمد والمحمد رمين مدير ديوان رئيسي الجمهورية يزيد بيه والمحمد محمود المستشار الدبلوماسي برئاسة الجمهورية محمد الحنشي والكتاب مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية تشادية بمقابلة حضرها وزير شؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج قدمت أوراق اعتمادي لفخامة رئيس الجمهورية الذي هو صديق لرئيسنا وتعلمون أن العلاقات القائمة بين البلدين قديمة جدا وأعتقد أنه مع تقديم أوراق اعتماد هذه سيتمكن بلدان المنتميان لمجموعة الخمس في الساحل من معرفة أفضل السبل لتعزيز تعاونهما خصوصا أنهما يتقاسمان نفس الأهداف في المجموعة وفي إفراقيا بشكل عام وتسلم رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواكشوت أوراق اعتماد سعادة السيد دارين بونت هام بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لمملكة تايلاند لدى بلادنا حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة اسماعيل الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد أحمد المحمد المين مدير ديوان رئيسي الجمهورية يزيد بيه المحمد محمود المستشار الدبلوماسي برئاسة الجمهورية محمد الحنشي الكتاب مدير الشؤون الإفريقية مدير الشؤون الآسيوية والأمريكية وكالة وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية التايلاندية بمقابلة حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج استقبلت قبل قليل من طرف فخامتي رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني حيث سلمته أوراق الاعتماد التي انتدبني بمقتضاها جلالة أماديس سفيرا لمملكة تايلندا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقد كنت موضع ترحيب من طرف فخامة الرئيس وعبرت له عن استعدادي لعملي كل ما بوسعي من أجل تعزيز التعاون مع موريتانيا التي نعتقد أن التعاون معها واعد في جميع المجالات كان اللقاء وديا للغاية مكنني من الحديث حول مختلف مجالات التعاون وأخرج وأنا على يقين أنه بوسعنا تحقيق الكثير على الصعيد الثنائي كما تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسية ورقا اعتماد سعادة سيد بيكا هيفونان بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية فنلندا لدى بلادنا حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السادة إسماعيل والشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد أحمد المحمد المين مدير ديوان رئيسي الجمهورية يزيد بيه المحمد وحمود المستشار الدبلوماسي برئاسة الجمهورية جار إن الله مدير الشؤون الأوروبية وكالة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الفنندي بلقاء حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أنا سعيد جدا بتقديم أوراق اعتماد اليوم لفخامة الرئيس سيد محمد للشيخ الغزواني وأعتقد أن هذه فرصة لمواصلة تعزيز التعاون مع موريتانيا التي نعتقد أن مستقبلها واعد جدا وعلى هذا الأساس فإن فنلندا على استعداد للدفع بتعاونها مع موريتانيا وسنواصل التعاون في مختلف المجالات خدمة لمصالحنا المشتركة كما تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني اليوم كذلك أوراق اعتماد سفراء كوديفوار واليونان وغينيا والسيراليون احتضنا القصر الرئيسي مراسيمة تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني أوراق اعتماد سعادة السيدة حاجة آمنة كوبلي كيتا بصفتها سفيرة فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية غينيا لدى بلادنا حضر مراسيمة تسليم أوراق الاعتماد السادة اسماعيل والشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد أحمد والمحمد المين مدير ديوان رئيس الجمهورية اسيد بيه المحمد محمود المستشار الديبلوماسي برئاسة الجمهورية محمد الحشي وللكتاب مدير الشؤون الافريقية بوزاعة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وخصه رئيس الجمهورية الدبلوماسية الغينية بمقابلة حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج كان لي شرف تقديم أوراق اعتمادي لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقد تم ذلك في ظروف جيدة نظرا للعلاقات التاريخية القائمة بين موريتانيا وغينيا منذ عهد الرئيس الأول لجمهورية غينيا أخرج من هذا اللقاء وأنا ممتنة جدا لفخامة رئيس الجمهورية الذي أكد صداقته وأخوته لصاحب الفخامة البروفيسير الفاكندي وقد وعد فخامة الرئيس خلال اللقاء بالقيام بزيارة مجاملة لجمهورية غينيا في أقرب وقت ممكن كما تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد ساعدة سيد نيكولا أرجيروس بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية اليونان لدى بلادنا حضر أحمد راسيمة أسليمي أوراق الاعتماد السادة أسماعيل ولشيخ أحمد وزيرنا لشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وحمد أحمد والمحمد لمين مدير ديوان رئيس الجمهورية إزيد به المحمد محمود المستشار الدبلوماسي برئاسة الجمهورية جار إنا الله مدير الشؤون الأوروبية وكالة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وخصه رئيس الجمهورية الدبلوماسية اليونانية بلقاء حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج مكان اللقاء مع فخامة الرئيس من استعراض أوجه التعاون الثنائي باعتبار موقع اليونان الرابط بين أوروبا والعالم العربي وكون موريتانيا تربط بين المغرب وإفريقيا الجنوب الصحراء وباعتبار التشابه بين البلدين بموقعيهما في منطقتهما عليهم الاستفادة من ذلك من أجل تحسين علاقاتهما والدفع بها نحو الأفضل خصوصا أنها علاقات لا تعترضها مشاكل وفي هذا الإطار بوسع اليونان تقديم تجربتها والمساعدة في مجال التكوين المهني والمشاءات والبنى التحتية للموانئ والطرق وهناك آفاق لتعاون متعدد الأطراف على مستوى المنظمات الدولية ولدعم كل منهما ترشيح البلد الآخر واليونان كذلك على استعداد لدعم مطالب موريتانيا على مستوى الاتحاد أوروبي خصوصا في مجال الصيد البحري وتسلم رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي كذلك أوراق اعتماد السعادة السيدوري سيكو بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية الكوديفار لدى بلادنا حضر أحمد أوراق اعتماد السعادة اسماعيل ولشاق أحمد وزيرنا لشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد أحمد والمحمد نمين مدير ديوان رئيس الجمهورية إزيد به المحمد حمود المستشار الدبلوماسي برئاسة الجمهورية محمد الحنشي والكتاب مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج وخصها رئيس الجمهورية الدبلوماسية الإفورية بمقابلة حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج أنا سعيد بتقديم أوراق الاعتماد التي انتدبني بمقتضاها فخامة الرئيس الحسن وترى رئيس جمهورية كوتيفار لدى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبهذه المناسبة قدمت التحيات الأخوية لفخامة رئيس الجمهورية من أخيه وصديقه الرئيس وترى جرى خلال اللقاء استعراض روابط الصداقة الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وكذلك القضايا المرتبطة بجاليتي البلدين في البلد الآخر وسجلنا السلوك الحسن للجاليتين في كنف السلم والهدوء في البلد المضيف أبلغت فخامة رئيس الجمهورية أنه طبقا للتعليمات التي أعطيت لي سأعمل على توطيدي وتعزيز هذه الروابط لمست خلال اللقاء أن هناك رغبة لدى البلدين في ترقية الإمكانيات الاقتصادية والثقافية والسياحية وتطوير تبادلاتهم التجارية وكذلك أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما والتزامهما بتطبيق هذه الاتفاقيات وتوقيع ما لم يوقع منها كما تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد السعادة سيد الحاجي إبريما الفيسكوروما بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية الصراليون لدى بلادنا حضر مراسيمة أسريمي ووراق الاعتماد السعادة أسماعيل والشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج محمد أحمد والمحمد المين مدير ديوان رئيس الجمهورية إزيد بيه والمحمد محمود المساشر الديبلوماسي برئاسة الجمهورية محمد الحنشي واللكتاب مدير شؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج وخصها رئيس الجمهورية الدولوماسية السيراليونية بمقابلة حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج أود في البداية أن أتوجه بجزيل شكر لفخامة رئيس الجمهورية والشعب الموليتاني الشقيق بالنسبة لنا في السيراليون نعتبر موليتانيا دولة شقيقة وصديقة حيث هو أن هناك الكثير من الموريتانيين الذين عاشوا لفترات طويلة في السيراليون تزوجوا هناك ورزقوا بالكثير من الأطفال وما يزيد على ألف سيراليونيين يعيشون في موريتانيا منهم 300 طالب سيراليوني في المدارس الإسلامية الموريتانية وفي هذا السياقنا مرتاح جدا لهذا الحدث وأعتبروا أنه يعكس استعداد البلدين لتطوير وتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات أجرى الوزير ولول سيد اسماعيل والبدول الشيخ السيدية صباح اليوم ببكتبه بالوزارة الأولى في نواقشوط مباحثات مع سيد ديفت هيل نائب وزير الخارجي الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية وبحث لقاء سبول تعزيز تعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام ومشترك جرت المقابلة بحضر السادة سيد والملايزين مدير ديوان الوزير الأول باصن باصفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في واشنطن مايكل دودمان سفر الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى بلادنا أعلن اليوم بمقر الجمعية الوطنية في نواقشوط عن إنشاء منتدى للنساء البرلمانيات ويشكل هذا المتدى فضاء للنساء البرلمانيات لتعزيز مساهمتهم ويشكل هذا المتدى في مختلف القضايا التنموية والاجتماعية في البلد مساهمة النساء البرلمانيات في مختلف القضايا التنموية والاجتماعية في البلد دفعت إلى إنشاء منتدى للنساء البرلمانيات اعترافاً لهن بقدرتهن على رفع مستوى التنمية الاجتماعية أنا على يقين من أنكم وأنتم ترفعون من مستوى وظيفتكم البرلمانية مسترهمين من مختلف تشريعات والنرم العالمية ستسهمون بشكل فعال في بناء العنصر النسوي الناضج الأخوي بالنسبة عبر التعدية ما عليه من دور لترسيخ دورة القانون التي نسعى لبنائها المنتدى شكل مساهمة إضافية للعمل النسوي في مجالات نشر الوعي وتفعيل الدور التنموي إنشاء منتدى النساء البرلمانيات كان بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتوران النكان التي قالت إن هذا الفضاء يعتبر بالغ الاهتمام الذي تحظى به البرلمانيات في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بموريتانيا من المفترض أن يفتح هذا المنتدى الباب واسعاً أمام البرلمانيات الموريتانيات لترك بصمتهن في القضايا آنفة ذكر ولعي بدونهن في التوعية حول قضايا الوطنية يسعدني بعد الترحيب لكم بحفظ انطلاق أعمال منتدانا هذا أن أذكر بما علينا كنساء غرلمانيات من دول بالتوعية والتعطير والتوصيل أصحاب الحقوق بما لهم في دولة القانون في ظل قيادتنا الرشيدة خطوة إيجابية يراد لها أن تكون رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهود نسائية خلدت جمعيات تنمية ومكافحة الفقر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وطفولة والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الدولي لدعم وتطوير غلوج النساء والبنات إلى المجالات العلمية تميز اليوم بتقديم عروض نظرية وتطبيقية تناولت مختلف جوانب هذا الموضوع رغم الأهمية الكبيرة للمجالات العلمية والتقنية وما توفره من تنمية وتطور للبلدان والشعوب لا تزال مشاركة المرأة الموريثانية والإفريقية بشكل عام دون التطلعات في هذا الإطار يدخل تنظيم اليوم التحسيسي والتعبوي المنظم من طرف منظمة البيئة ومكافحة الفقر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بشكل تكوين وتأطير البنات في المجالات العلمية معركة يجب علينا اكتسابها إن التكنولوجيا والمعلوماتية والمواد المتفرقة عنها تتوح للمرأة فرصة التحرر والمشاركة الفاعلة في تنمية بلدها رئيسة منظمة التنمية ومكافحة الفقر السيدة خديجة من تحسين بيّنت في كلمة بالمناسبة أهمية التحسيس والتعبية حول تطوير ولوج النساء والبنات في المجالات العلمية ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد زين العبدين حيدرة ذكر بأهمية تخليد هذا اليوم الذي تم اعتماده من طرف الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ سنوات ويسعى بالأساس إلى تحسيس المجتمعات والدول حول مدى إسراك المرأة في العملية التنموية وقد تضمنت فعاليات اليوم التحسيسي والتعبوي هذا متابعة عروض نظرية وتطبيقية ركزت على توعية المرأة في هذا المجال في شأن ثقافي تتواصل لليوم الثاني ببيت الشعر فعاليات مارجان المأكشوط للشعر العربي وذلك بمشاركة عدد من الشعراء والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي وقد تضمنت فعاليات المارجان اليوم ندوة أدبية تخللتها قراءات شعرية لبعض الشعراء حلمي الأكبر أني أعبر البحر وحيدة حلمي الأكبر أني أنظم الكون قصيدة مفردات رائعات ومعانية فريدة تزرع الخصب حداء في مجاهيل بعيدة ثاني أيام مهرجان واكشوط للشعر العربي حضور نوعي لعشاق الأدب والثقافة إلقاءات شعرية لمختلف يجيال القصيدة الموريتانية هشنفت آذان الحاضرين في هذه التواهرة الأدبية التي تشكل منبرا للبوح وفضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الشعراء والأدباء هذا المتنفس الذي وجد فيه الشعراء ضالتهم واستمتعوا كثيرا في أحضانه ووجدوا ذواتهم وأعاد للشعر والشعراء مكانتهم سيشهد توقيعا لعدة دواوين شعراء شباب طبعا دواوينهم هذه السنة وسيشهد كذلك عدة ندوات وعدة إلقاءات شعرية وسيكونوا متمجزا بإذن الله تعالى مشاركات اليوم في رحاب بيت الشعر عكست مدى ارتباط الشاعر الموريتاني بواقعه وإحساسه بآمال وآلام أمته وقدرته على التعبير عن هذا الواقع بأسلوب أدبي رفيع قصد الموريتانية كما تعرف كانت غائبة جدا ومبتورة عن واقعها اليومي والراهن كانت مهتمة بقضايا أخرى قد لا أقول لا تعنيها لأن القضايا الإنسانية كلها نحن معنيون بها ولكن هناك أولوية وهذه الأولوية تجاوزتها القصد الموريتانية الآن الشباب أعادوا هذه القصيدة إلى واقعها يعني جعلوها تجتم رائحة عرق الفقراء جعلوها يعني تتمشى في شارع ليلا هناك شاب كتب عن واكشوت شارع شون كيندي ليلا آخر كتب عن باعة النعنار كل هذا يدل على أن القصيد الموريتانية تصالحت مع واقعها تصالحت مع الشوارع تصالحت يعني مع المنفيين ومع المتركين وقد اختتمت فعاليات ندوة اليوم بتكريم الشعراء الذين أنعشوا الندوة إلى شمال البلاد حيث استلمت بلدية نوذيب صباح اليوم تجهيزات طبية مقدمة من طرف المنظمة الدولية للهجرة وتتمثل هذه التجهيزات في معدات طبية وتجهيزات جراحية ومستلزمات أخرى وأكد العمدة المساعد لبلدية نوذيب أن تقديم هذه الهدية الطبية يدل على اهتمام المنظمة وتقديرها للشهود التي تقوم بها بلدية نوذيب في المجال الصحي بدورها ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا أكدت أن هذا الدعم يدخل في إطار التعاون بين منظمتها وبلدية نوذيب لدعم المراكز الصحية بالمدينة والتي تخدم المواطنين والمهاشرين جراح فلوات تسليم بحضور رئيس المجلس الجهوي ومدير المصالح الطبية في الولايات إضافة إلى ممثلي القنصليات المعتمدة في المدينة ودائما في شمال البلاد حيث يعود يعويل الشباب المستفيدون من التكوين الذي قدمته بعثة إدارة التشغيل في ولاية تقانت وأدرال وإنشيري حول برنامج مشروع مستقبلي يعويلون على الدعم الذي يقدمه المشروع وتأمل هذه الفئة في خلق مشاريع اقتصادية تساهم في تشغيل الشباب وتحض من البطالة التي يعاني منها شباب تلك الولايات بعد الحملة التحسيسية التي قامت بها بعثة إدارة التشغيل في ولايات تقانت وأدرال وإنشيري حول برنامج مشروع مستقبلي الهادف إلى توعية شباب الولايات حول المشروع وأهدافه وطرق المشاركة فيه وابتكار مشاريع تراعي المقدرات والخصائص الاقتصادية لكل ولاية يعويل الشباب المستفيدون من التكوين على المقدرات الاقتصادية لولاياتهم بغية خلق فرص للتشغيل تمكنهم من البقاء في أماكنهم الأصلية عندنا هنا قدر من المشاريع ومقدرات اقتصادية يعدل فيهم مشاريع عندنا الزراعة وعياتهم عندهم تمولات يعدلهم عندنا زراعة وعندنا الخياطة وعندنا خارق العليات فتحات وباتيك يعدلوا النسيج يعدلوا ياسر مشي مشي مشا الله وذلك نجبروا له دعم ونجبروا لقاج يعاوننا فيه مشا الله طاربنا عندهم هنا يتقدم ونجبروا عليه الشي شا الله المشاريع موجودة يقير كان يخصم عنها لا التمويل طبعا ما خالق شاب له يجبر مبلغ مالي يكون به مشروعه فيه مرطودية برسيطة ما عدلهم وعلى اساس اللي يبداع الشباب المبدعين هون الشباب المبدعين واللي عندهم مشاريع اللي خاصة عن اللي يبداعا لا يجبروا هذا التمويل الحركة الاقتصادية والمقدرات التي تتمتع بها تلك الولايات وأسواقها يقول المستفيدون إنها قد تسمح بابتكار مشاريع تسهم بشكل فعال في مشروع التشغيل لخلق جيل جديد من رجال الأعمال الشبابي في هذه الولايات نقدروا نعدلوا هذا المشروع نقدروا نستفادوا منه نستثمروا منه ونعودوا عندنا من وياس المشاريع مسقرة باش بحكمة ودراسة مضبوطة تعود وراجين إن شاء الله التوفيق الجميع كان نقص الوحيد والله كانت المشكية الأساسية لنطروحها مشكية التمويل وبالتالي وجود تمويل خاصة من وجود تمويل في الولايات من دون انه يتنقلوا خاصة وجود تمويلهم في الولايات انه يتنقلوا انه يشرح لهم ويشرح لهم طريق الدراسة وفهمهم الطريق اللي قدوا يستفادوا منه هذا يعود أساسي يخدم الفتيات أكثر مقدرات اقتصادية وشباب يحملون العديد من الأفكار المتطورة لكن نقص التمويل يبقى العائق الأكبر أمام تجسيد تلك الأفكار على أرض الواقع في طريق المعالجات الإخبارية التي تتناول اهتمامات المواطنين متابع فيما يلي عصرا عن أضرار الأطعم المحضرة والمعروضة في الشارع على المستهلكين تحت أروقة السوق الكبير بالعاصمة وعلى نار هادئة يشوي هذا الرجل كميات من اللحوم الحمراء حرصا على تلبية حاجيات زبائنه الذين يقصدونه يوميا ويعتبر اللحم المشوي من أبرز الوجبات الغذائية التي تزدحم بها أرصفة وأزقة الأسواق الكبرى وسط ظروف صحية قد تكون غير ملائمة وينطبق الأمر ذاته على وجبات أخرى يتم تحضرها هنا في فضاء مفتوح لا يتوفر على أبسط المعايير الصحية هنا بحير رعيات عدو مطروحة لحاشيتها النعنع وبنية وصندويش والكبدة والذروة وهذا يأكله المواطنين في الوقت الذي العالم هدين والأمراض وطالبين من الدولة تشوف حل المشكلة لديه وتتفاقم مشكلة الوجبات الغذائية المعروضة في الشوارع حينما تيمم وجهك شطر المجمع الصحي المعروف محليا بكلينك حيث تعرض أطباق غذائية مختلفة تحت أشعة الشمس الحارقة ورغم كل ذلك تحظى هذه الوجبات بجمهور واسع نظرا لقلة التكلفة وسرعة التحضير وتوفر هذه الوجبات الغذائية مصدر عيش للكثير من المواطنين الذين أرغمتهم صروف الحياة على هذه المهنة رغم ما تشكله من المخاطر الصحية على حياة المواطن وتعتبر الوجبات السريعة من أكثر الأنماط الغذائية المنتشرة في ظل تحذير كبير من طرف أطباء وخبراء التغذية بهذا نتوياكم مشاهد الكرام إلى ختم هذه النشرة تذكير بأبرز ما تبعتم فيها من أمبع رئيس الجمهورية استقبل بالقصر الرئاسي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياتية رئيس الجمهورية استقبل بالقصر الرئاسي ورقى اعتماد عدد من السفراء لدول صديقة وشقيقة معتمدين في بلاده الإعلان في الواقسط عن إنشاء متدل النساء البرلمانيات سبيلاً لتعزيز مساهمة النساء المنتخبات في تحقيق النهضة التنموية والاجتماعية في بلادها أشكر باسمكم الزميل سلم الحميد الذي رافقنا في لغة الإشارة طيلة هذه النشرة كما نشكركم على كرام المتابعة وندعوكم لأن تتواصلوا معنا أكثر عبر موقعنا على الانترنت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة ولتحقيقها يجب أن تبقى على اتصال بعالمك لذلك أنت بحاجة إلى شبكة فعالة توفر لك أفضل الخدمات غاتيفليكس نجمة ثلاثة عرض واحد لجميع آلية الاتصال مكالمات محلية ودولية مع الانترنت وخدمة الرسائل القصيرة غاتيفليكس نجمة ثلاثة متوفر اتداء من بطاقة تعبئة 200 أوقية لتشغيل عالمك اضغط نجمة 1-2-3 نجمة رمز التعبئة نجمة ثلاثة مربع موريتل عالم جديد بين يديك ماشيلي فيديو اللي نعاتلي قبيل أيوة أوف فرق كريدي مرة أخرى فترني ذا لوفر الانترنت تفرق بالعجلة هي والمكالمات كنت مالا حامرينياني وعدل لك عرض موريتاني شنغيتل اتوال 222 اتوال suivi de votre code de recharge خمس ميت وبيا جديدة من التلفين وخمس ميت ميقاني كونيكسيون وليلة 300% من بونيس متى حياة تجمعنا كل نهار نهار جديد داخل كل واحد مننا عبغرية مخفية تحتاج الاكتشاف ويالله تقود تعرفها وتعمل على إبرازها يوم ورا يوم حد طاقاتك باستمرار وذاب الرياك التم دائما الأفضل المجالة اللي تبدع فيك وافتح عالمك وغنيه باستمرار بأفكارك وإبداعاتك ومشاركاتك وغود واذق أنعب طريتك بين يديك العالم بين يديك موريتل عالم جديد بين يديك ماما أنا ندوش من البابا مين خارجي لكنها موالي شفتك باطن من البابا أنا دائما عاونك في الدار ما قطيتني كادو بحياتك كادو؟ أنت شاكني ما ترغوش بابا أنا ندو الواتي حذرك حذرك لا تنعطب وقتما قطيتني كادو بحياتك مه كل استهلاك عدلت مع ماتل حولهم شوف دقائق رسائل ولا كونكزونه مجاني الاشتراك في برنامج الوفاء كادو الماتل دير النجمة 190 والمربع مع برنامج الوفاء كادو الماتل وفائكم يكافر شينكتال تطلق ابتداء من 3 مايو 2017 لزبناء موريتاني عرضها الجديد خدمة مورينات الخدمة التي تسمح لكم بالاستفادة من الانترنت بأحجام أكثر وصلاحية أطول وخيارات متعددة وذلك ابتداء من 5 أواق جديدة نعم ابتداء من 5 أواق جديدة اختاروا باقة مورينات التي تناسبكم 20 ميجا بايت من الانترنت صالحة عند التفعيل حتى منتصف الليل ب5 أواق جديدة 100 ميجا بايت صالحة لمدة يوم واحد بعشر أواق جديدة 500 ميجا بايت صالحة لمدة 5 أيام بخمسين أواق جديدة